قلت لكم احكي لكم قصة ظريفة تفاهمك؟ انا كل يوم كده احكي لك قصة ملهمة ملهمة من بطولة افريقيا تحديدا يعني يعني كل حكاية او كل المفاجأة في البطولة وراء حكاية مهمة نهاردة الحكاية بتاعت حكاية منتخب نبيبيا اللي بيحقق النهاردة اول فوز في تاريخه بكأس الامم الافريقية بعد التسع مباريات بلا فوز في تلات مشاركات سابقة اخيرا النهاردة بيحقق انتصاره الاول في المباراة العشرة في تاريخ مشاركاته في البطولة فوز تاريخي على منتخب كبير هو منتخب تونس مجاش من فراغ وعشان كل قصة وليها بطل هحكي لك النهاردة بطل قصة منتخب نبيبيا والحقيقة ان البطل المرادي مش من اللعيبة لعيبة منتخب نبيبيا بس بطل النهاردة بطل اليوم النهاردة في كأس الامم الافريقية كان مدرب منتخب نبيبيا كولين بن جمين ده ليه حكاية كبيرة جدا اولا معلومة يعني هو اصغر مدير فني موجود في كأس الامم الافريقية 23 عنده 45 سنة ده اصغر مدرب موجود اصغر مدرب موجود الاتحاد النبيبي لما جيه عينه حكي لك بقى عينه ازاي الراجل ده كان بيلعب في ألمانيا بيلعب في فريق صغير في ألمانيا ميونخ 1860 وكان بينافس دايما في الدرجة الثالثة واكتر في الدرجة الرابعة ملوش تاريخ كلاعب ملوش تاريخ عظيم كلاعب ولما اعتزل بدأت أندية في نبيبيا تتكلم معاه انه يجي يدرب فريق في نبيبيا والاتحاد النبيبي قالوا له لا كمل في أوروبا خد خبرات في أوروبا كمدرب خد رخصك عشانا احنا حطين خطة انك تبقى موجود مدرب للمنتخب النبيبي جت سنة 2022 والمنتخب النبيبي تعاقد مع هذا المدرب كمدير فن عشان جي قبلها كمدرب مساعد كمدير فن في نبيبي ينتقدوا الفكرة وقال لك لا ما ينفعش مش هيدينينا مش هو ده هدافنا وطموحاتنا لكن التحاد النبيبي قال لك لا ده اللي هيكمل معنا وده اللي هيشتغل معنا فعملوا معا عقد لحد سنة كام من 2022 لحد سنة كام لحد سنة 2027 انت موجود مع منتخب النبيبي بغض النظر عن الانتاج لحد 2027 ليه؟ عايزينك تعمل مشروع احنا منتخب الشجعان اسمه كده اللقب بتاقى احنا منتخب الشجعان فاحنا عايزين فريق بتاعنا يبقى شجاع هجوميا ما نبقاش منتخب بيخاف ما نبقاش منتخب دفاع وده اللي شفتوه النهاردة وده اللي شفتوه النهاردة هم شايفينوا انه مشروع لمنتخب نبيبي في الاتحاد النبيبي بتكلموا انه هيبقى زي أليو شسي في السنغال وواليد الرجراجي في المغرب فهما بيعدون انه يبقى زي الاتنين دول أليو شسي وواليد الرجراجي في أفرق يبقى مفاجئة كبيرة تمام؟ ندرب ده استغل طبعا مسيرته كلاعب في ألمانيا استغل مسيرته كمدرب في ألمانيا وبدأ يدي خبراته لكل اللاعبين في المنتخب النبيبي زي ما قلت لكم هو عين أولا المدرب مساعد في نبيبيا وبعد كده أصبح مدير فني للمنتخب منتخب نبيبيا النهاردة جين هوتو المهاجم الفريق اللي هو سجل الهدف أفضل لاعب في هذه المواجهة مواجهة تونس قال قبل البطولة قال المدرب ده هوتو يشيد بكل بن يمين أصغر مدرب في كاس أمرا أفريقيا وقال عنه انه خلانا فعلا شجعان يعني اللقب أصبح حقيقة احنا بقينا منتخب شجعان وصلنا ده وقالنا ان انتو مش تبقى أقل من المنتخبات اللي موجودين في قارة أفريقيا وما ينفعش تتعاملوا طول الوقت ان انتو بتخافوا وبتدفعوا فقط احنا هنهاجم وهنشتغل بقوة كبيرة جدا وده اللي حصل النهاردة قدام منتخب تونس عشان لما هتشوف أرقام نميبيا قدام منتخب تونس هتقول لا دي أرقام تونس مش أرقام نميبيا بص الأرقام هاتوا الأرقام وفرق نميبيا النهاردة شاطت على مرمى تونس 13 كورة 13 كورة تونس شاطت كم كورة 10 كورة طيب اللي بين التلات خشبات اللي بين التلات خشبات 6 لنميبيا واربعة لتونس ازاي كده اللي تفهمك يعني ايه مشروع لاتحاد اتحادنا مايبيا يعني اتحادنا مايبيا يعني اتحادنا مايبيا يعني يعني ايه يعني الناس دي عندها مشروع بتفكر شوف بتأهل مدرب من كام سنة يا راجل ده مثلا معتزق 2016-2017 سابوه خمس ست سنين يقعد يلعب في أوروبا وفي ألمانيا اشتغل بقى مدرب مساعد خد رخصك خد 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 بس انا من بدر شايفك وعارف ان انت مثلا في 2022 هتبقى المدير الفني لمنتخم نبيبيا هتقعد معايا لحد امتى لحد 2027 عشان ساعاتها يبقى عملنا مشروع اسمه مشروع منتخم نبيبيا مشروع للمستقبل خد بالك فيش حد بينجح ولا بيعمل مشهد حلو من غير خطة ومن غير مشروع الصدفة ساعات بتنجح بس ما تنجحش على طول بس يكون عندك خطة خطة قصيرة الامد طويلة الامد مشروع حقيقي ساعتها هتقدر تنجح زي ما عمل منتخم نبيبيا النهاردة قدام تونس بالمناسبة لو قدتلك من غير ما تفرج على المباراة والأرقام اللي انا عرضتها لك ده نبيبيا كذبت تونس النهاردة هتقول ايه يا عم لأ ده تتلاقي مسلا ايه تونس كيتعملها تهاجم 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 ونبيبيا خطفت جلم من كرة سابتة لكن في حقيقة الامر النبيبيا النهاردة لعبة مباراة كبيرة جدا وكل هجمتها الخطيرة كيت من كرات متحركة مش من كرات سابتة بالعكس ده المنتخب التونسي هو اللي كان بيحاول يستغل بعض الكرات السابتة عشان يقدر يتعادل او يكسب المنتخب النبيبي فالمنتخب النبيبي النهاردة فاز على منتخب تونس وللأسف يعني دي حاجة تزعلنا عن كل استحقاق وجدارة كان نفسنا طبعا المنتخب التونسي يكسب بس ده ما حصلش دي حكاية